وينضم إلينا مباشرة من بغداد الباحث في الشيء السياسي مجاشع التميمي. شكرا لك لحضورك معنا في هذه النشرة. دعنا نبدأ بتعليق منك على اجتماع الإطار التنسيقي مساء أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء. ماذا ترى في هذا الاجتماع؟ نعم شكرا جزيلا لكم سيد الحيدري ولمشاهدي قناة الحرة. بالتأكيد لا يختلف اثنان على أن هناك خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي قبل تشكيل الحكومة. ولكن هناك إرادة فيما يبدو بين القوى السياسية المشكلة للقوى الإطار التنسيقي على أن تشكل هذه الحكومة وتمضي هذه الحكومة. خصوصا مع الخلافات التي كانت تدور بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري. هذه الخلافات فيما يبدو أنها لا تزال موجودة. على الرغم من أن هناك إرادة لدى قوى الإطار التنسيقي أن تبقى هذه الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي ويتم حلها تدريجيا. لكن فيما يبدو أن هناك خلافات واضحة جدا بين إتلافق دولة القانون وعصاب أهل الحق طفى على الصرح خلال الفترة الماضية. وهناك لقاء جمع بين السيد قيس الخزعلي وسيد نوري المالكي لتطويق هذه الأزمة. لكن الخلافات ربما تكون خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي وأيضا خلافات داخل إدارة الدولة الذي شكل الحكومة. لأنه فيما يبدو أن التهديدات التي يوجهها سيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب رئيس تحالف السيادة عن أن العام المقبل عام 2023 يعتبر عام حسب. إذا لم يتم الإفاء بجميع الالتزامات التي قدمها قوى الإطار التنسيقي لتحالف السيادة فإن تحالف السيادة سيكون له موقف. بمعنى أن الخلافات موجودة وربما كان لسيد مقتل الصدر خلال الفترة الماضية دورا في على الأقل تطويق هذه الأزمات باعتبار كان التيار الصدري هو التيار المضاد لهذا التحالف في الإطار التنسيقي لهذا أجلت الخلافات. لكن في الفترة الأخيرة واضح جدا أن الخلافات على الدرجات الخاصة بين تزعم الإطار التنسيقي بين إتلاف دولة القانون وعصاب الحق قد ظهر بشكل واضح. إلى أي مدى تسيير حكومة السودان برأيك بموجب المنهج الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان. يعني واضح أن هناك خطوات لمواجهة الفساد. هناك ترتيبات في الجهاز الأمني. هناك إجراءات أخرى تتعلق بالموازنة. وما إلى ذلك. سيد العسيد السونيس من حيث المبدأ السيد محمد الشعي السلان وحاول قدر المستطاع أن يوفي بجميع التزامات. يعل الأقل تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزامات التي قدمها في برنامجه الحكومي. لكن للأسف الشديد هناك عقبات ومشاكل كبيرة وواجهت. وستواجه حكمة السيد السلاني في مقدمته أن السيد السلاني أعلن في بداية الأمر أنه قد قدم موضوع محاربة الفساد في أولى اهتماماته ولكن هذا الموضوع موضوع معقد ولغاية الآن فيما يبدو أن الحكومة تحاول قدر المصطح خصوصا مع تشكيل لجنة لمحاربة الفساد مكافحة الفساد برئاسة السيد علي البصري أبو علي البصري ولكن هذه التحديات كبيرة باعتبار أن الفساد في العراق هو فساد سياسي وأن أغلب القوى السياسية المشاركة في اتلاف دارة الدولة ربما متورطة بملفات فساد لهذا سيد السوداني ربما يحاول قدر المصطح على الأقل في هذه المرحلة أن يلتفت إلى موضوع على الأقل دعم شريعة الفقراء في العراق لهذا يوجه بأن تكون هناك دعم للمواطن الفقير من خلال توزيع سلة غذائية لمدة 12 شهر هذا لم يكن موجودا ولكن فيما يبدو أن سيد السوداني على الأقل يريد أن يكون قريبا من المواطن العراقي قضايا مكافحة الفساد قضايا الحفاظ على السيادة خصوصا بعد الاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإيران على سيادة العراق هذه مواضيع صعبة وربما الحكومة بحكومة واجهة وتواجه تحديات مثل حكومة السيد السوداني ربما من الصعوبة من مكان تحقيقها نعم ربما تتذكر سيد مجاشعي يعني التيار الصدري كان يدعو إلى معادلة موالات ومعارضة فاعلة هل تحققت برأيك حتى الآن هذه المعادلة؟ يعني كيف تصف تحديدا فاعلية المعارضة اليوم؟ لا بالتأكيد يعني تشكيل الحكومة جاء وفقا للمشروع السياسي السابق وهو تشكيل حكومة محاصصة الكل مشترك في هذه الحكومة باستثناء كتل صغيرة ناشئة وهي الكتل الجديدة التي جاءت بعد الاحتجاجات الأخيرة ورغم هذا فإنه لغاية الآن فيما يبدو أن الكل متفق على أن حكومة محاصصة الكل يشترك بها والكل يعني يكون داخل هذه الحكومة قد مضى لهذا مشروع سيد مقتل الصدر ربما أجل هناك من يعتقد أنه فشل يعني أفشل هذا المشروع ولكن واضح جدا أن يعني الآن هناك ربما الكثير يعتقد أن مبدأ سيد مقتل الصدر في تشكيل حكومة أغلبية وطنية وربما كان هو الحل الأنجح بالنسبة لمعالجة مشاكل العراق خصوصا وأن هناك تحديات كثيرة تؤجي سيد السوداني في مقدمتها يعني إجراء انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول للمقبل نعم بغداد الباحث في الشيان السياسي مجاشا عالتميمي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر